وائل زيدان شاهد جمال ابنته وزوجته وفقد 60 كيلوغراما من وزنه ولديه شقيق توأم وائل زيدان فنان ومتجسور شهير وهو شقيق الفنان القدير أيمن زيدان والفنان الراحل شادي زيدان بدأ مشواره الفنية عام 1999 من خلال مسلسلي جواد الليل ومسلسل بطل من هذا الزمان بداية الفنان وائل زيدان كانت من خلال أدوار صغيرة ثم استطاع أن يكرس نفسه كممثل كوميدي من العيار الثقيل وكانت البداية مع تجسيده لشخصية مسعود في مسلسل ألو جميل ألو هناء عام 2001 ثم تولت من بعد ذلك أعماله الكوميديا الفنان وائل زيدان عمل كمديرا للإنتاج في عدد من المسلسلات ومنها مسلسل القاقع بالعمر التميمي زمن البرغوث العراب تحت الحزام وائل غالب شكر الزيداني الشهير بوائل زيدان ولد في التاسع من مارس عام 1971 في مدينة صغيرة تسمى الرحيبة ويبلغ من العمر 53 عاما نشأ في أسرة المحافظة متوسطة الحال والده كان يعمل شرطيا وجده شكر الزيداني كان مختارا لبلدة الرحيبة وائل هو الشقيق الأصغر للفنان القدير أيمن زيدان عاش في أسرة مكونة من أم وأب وخمسة شباب وثلاث بنات ويعيشون جميعا في بيت متواضع مساحته 60 مترا ثم انتقلت الأسرة إلى ريف دماشق بسبب عمل والده للفنان وائل زيدان شقيق توأم يدعى مهند بالإضافة إلى الفنان شادي زيدان وشقيق خارج الوسط الفني يدعى إياد يعتقد كثر أن الفنان أيمن زيدان وراء الدفع بشقيقه في الوسط الفني وهذا غير صحيح فقد صرح الفنان وائل زيدان أن احتراف التمثيل كان رغبة شخصية منه وأرد له شقيقه الفنان أيمن زيدان أن يصعد السلم الفني خطوة خطوة فساعده في البداية من خلال ترشيحه لأدوار صغيرة ثم تكفلت موهبته بالانطلاق فيما بعد الفنان وائل زيدان يعتبر شقيقه الفنان أيمن عرب مسيراته الفنية ويحترم جدا رأيه ويتقبل انتقاداته التي كانت قاسية في بعض الأحيان والفنان وائل زيدان متزوج من السيدة شيرين حسن منذ العام 2001 ولده ثلاثة أبناء سارة وغالب وورد البداية الفنية للفنان وائل زيدان كانت عام 1999 عندما شارك بدور صغير في مسلسل جواد الليل ثم في مسلسل بطل من هذا الزمان وفي العام التالي شارك في مسلسل ليل المسافرين ومسلسل قصص الغموض وشارك الفنان وائل زيدان في عشرات المسلسلة السورية التي تنوعت ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية وأعمال البيئة الشامية ومن هذه المسلسلات مسلسل طيور الشوك الوزير وساعدة حرمه قلب أبيض أسعد الوراق رجال العز أيام الدراسة الولدة من الخاصرة عناية مشددة بالإضافة إلى مسلسل بلوكار والجوكار وأحلى أيام عام 2020 ومسلسل زقاق الجن والعربجي ومربع العز في رمضان 2023 جارك الفنان وائل زيدان في عدد من الأفلام السينمائية ومنها فيلم صورة وفيلم سيريون وفيلم طريق النحل وفيلم رحلة يوسف وللفنان وائل زيدان خبرة طويلة في مجال الإنتاج حيث كان مديرا لعمليات الإنتاج في عدد من المسلسلات ومنها مسلسل ألو جميل ألو هناء هلاكو زمان الصمت بالإضافة إلى مسلسل الوزير وسعادة حرمه عام 2006 رجل انقلابات عام 2007 أقارب وثعالب ومسلسل أيام الصرب عانى الفنان وائل زيدان في إحدى الفترات من زيادة وزنه الذي وصل إلى 140 كيلو جراما ليؤثر سلبا في صحته وقراءات السكر لديه الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرارا بالنجوء إلى التدخل الجراحي رغم وفاة أحد أقاربه أثناء خضوعه للعملية ذاتها ولحسن الحظ تكللت عملية وائل زيدان بالنجاح وستطاع أن يخسر 60 كيلو جراما من وزنه وعن اختلاف الحياة بعدها قال أنه أصبح أقل اهتماما بالطعام وأكثر نشاطا ويمتلك الفنان وإنزيدان شركة إنتاج في سوريا وفي عام 2017 تلقى دعوة من أصدقائه في جورجيا لتعرف على البلاد ومواقع التصوير وفي نفس العام حازت رخيصا فرعية لشركته السورية هناك وتمتاز جورجيا بأنها غنية بمواقع التصوير المنخفضة للكلفة الإنتاجية بالمقارنة ببقية دول العالم إضافة إلى دخول وزارة الإعلام كجهة حكومية داعمة لأي عمل يتم تصويره داخل البلاد بنسبة 30% من الميزانية وغج هواء الزيدان دعوات إلى مجموعة من المخرجين والمدوجين السوريين لزيارة جورجيا والإقامة فيها ثلاثة أيام مجانية للتعرف بها بمواقع التصوير هناك ولكن أحدا لم يلبي دعوته فعاد لسوريا من جديد وقرر اعتزال الإنتاج والتفرغ للتمثيل أما عن رأيه في الدراما السورية فقد صرح لأحد المواقع الفنية لست راضيا عن الدراما السورية وتابع لأنه يوجد بها استسهال كبير بالنصوص والإخراج والممثلين والتصويق الخاطئ ويوجد محاربة من ناحية التصويق للخارج والحكاية كلها تتعلق بالأموال والإنتاج ويجب إنشاء قنوات داخلية تحمل العبء على المنتج بدفع 50% من التكاليف